مصر محتاجة مجالس؟ محتاجة هذا المجلس؟ محتاجة مجالس ولما أكثر المجالس في مصر؟ يعني طالما أقارو الكنوني يبقى محتاجة مجالس ويس ايه بقى المجلس ده؟ نتكلم بقى عن المجلس هو مش فكرة جديدة ولا فكرة مصرية خالصة يعني هي في عدد من الدول عندها نفس التجربة مثلا دولة عربية زي المغرب عندها مجلس تحت مسمى المجلس الوطني للتنشئة والتكوين والبحث نفس الطريقة كده عندنا الأسبانيا عندها مجلس وطني البرتغال عندها البرو والهند يعني عدد من دول العالم عندها مجلس وطني للتعليم بيعرف دايما أنه هو جهة مستقلة واستشارية بتقدم الاستشارة أو بتشكل سياسات التعليم بتخطط للتعليم بتضع الخطط والبرامج وتكر التشريعات أو توافق على مصرحات الشريعة مش ملزمة؟ يعني مثلا في أسبانيا بيتم التصويت على القرارات علشان تبقى ملزمة فبالتالي أي تشريعات أو سياسات خاصة بالتعليم بتطلع من المجلس الوطني وتروح للمجلس النواب عندهم يتم التصويت على القرارات فخالفنا احنا المجلس بيشكل ازاي؟ احنا المجلس الوطني عندنا طبقا للقانون طبقا لأفراده مين؟ القانون القانون لم يعني يشر من بعيد أو من قريب إذا كان جهة استشارية أو مستقلة في البداية ينشأ مجلس وطني للتعليم يتبع رئيس الجمهورية فبالتالي هل هو هيبقى من الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية؟ يتبع السيادة الرئيس مباشرة طيب إيه الفرق بين المجلس الحالي ومجلس هو مجلس حالي؟ اللي هو المجلس اللي تم إقراره يعني المجلس الجديد والمجلس التخصوصي للتعليم والبحث العلمي احنا عندنا المجلس التخصوصية فبالتالي فيه مجلس مهمته أن يقدم الاستشارات مجلس التخصوصي للتعليم والبحث العلمي بالضبط ضمن المجلس الاستشارية مجالس التخصصية التابعة لرئيسة الجمهورية اللي بتقدم الاستشارات للسيد رئيس الجمهورية فبالتالي أنا عندي تداخل أو تشابه في المسمى والوظيفة اللي مقر عليها القانون الجديد أو المجلس الجديد عندنا أيضا مجموعة من المجلس الأخرى معنية بكل نوع من أنواع التعليم المجلس الأعلى ليه الجماعات المجلس الأعلى ليه التعليم قابل الجامعي الأظهر الجماعات الخاصة الجماعات الأهلية الجماعات الأجنبية بالضبط كل واحد منهم ليه مجلس حتى القانون الجديد القانون اللي أكرر لإنشاء المجلس الجديد بيقول أنه على المجالس دي أنها تراعي القرارات التي يتخذها المجلس الوطن فحتى يعني يعني ما فيش ولاية من المجلس الوطن الجديد ده على المجالس دي نراعي بعض نراعي التنفيذ السياسية على كل مجلس من المجالس دي بما فيها أكاديمية الشرطة وبما فيها الأكاديمية العسكرية المراعى دي ما فيهش أي التزام نفيش الزام بالضبط نفيش الزام رعيت بس يعني إيه بقى مدى المراعى دي وحدودها وإلزامها من شهود هل إحنا حنشوف تفسير للكلام ده في اللايحة التنفيذية للقانون ربما وهل اللايحة التنفيذية للقانون هتفرض على قوانين أخرى هتفسر تفسر القانون بشكل أوضح تفسر المراعى بالإلزام صعب أول يعني الحقيقة أنه كان لابد من وجود بند للإلزام أو أنه نضطر إلى مراجعة أدوار المجالس القائمة بالفعل يعني إذا كان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي مهمته أنه يضع سياسات التعليم قبل الجامعي ويكر الخطط والبرامج وكل ما يمكن أن يساهم في تطوير العملية التعليمية ويساعد الوزير في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمدة العام الدراسي والمواد الدراسية وإلى آخر وهو يعمل كده فعلا؟ الحقيقة أنه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي غالباً ما يجتمع مرة واحدة بالرغم من أنه برضه رحض في السنة أو مرة واحدة في العمر القانون يقول أنه بيجتمع كل ثلاث أشهر وإذا دعت الحاجة نفس النص الموجود في القانون الجديد الخاص بالمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار